موسيقى رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة في البحيرة ويؤكد أن الحكومة مستعدة للأزمة الاقتصادية العالمية وزارة الدفاع العراقية تشدد على حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة برعاية أممية فراجة جديدة لأزمة الغذاء العالمية بخروج أول سفينة للحبوب من موانئ أوكرانيا الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جريميتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم أكد رئيس مجلس الوزراء مستفى مدبولي أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي قمة مشروعات الحماية الاجتماعية نظرا لما تتضمنه من مشروعات تحسن من الحياة اليومية للمواطنين وأشار رئيس الوزراء خلال جولته التفاقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالبحيرة أشار إلى أن إجمالية ما يتم تنفيذه من مشروعات المحافظة بلغ 124 مليار جنيه منها 80 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات القومية فضلا عن 44 مليار لمشروعات حياة كريمة نحن بنشمل 6 مراكز من المحافظة 42 وحدة محلية بأكتر من 3900 قرية وتابع عدد المشروعات 8868 مشروع بتكلفة 44 مليار ده غير 80 مليار اللي نحن نتكلم عليهم كمشروعات قومية يعني لما بنجمع الاثنين مع بعض يبقى محافظة البحيرة نصبها من مشروعات التنمية اللي في البلد 124 مليار جنيه أنا بس حابة بحطه قدامك وزير الأرقام عشان نعرف الدولة المصرية على مدار الأربع أو الخمس سنوات طبعا الأخيرة ولكن هو بالأخص يعني منذ 8 سنوات منذ تولي في خامة الرئيس ولكن طبعا الحجم الأكبر بدأ من الإنجاز في آخر خمس سنوات وصلنا في محافظة واحدة بـ 124 مليار وفي كل محافظات مصر حلاي الأرقام بهذا الشكل وما فيهش قطاع ما بيتعملش فيه تنمية وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية أشار رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي في ختم جولته التفقدية في محافظة البحيرة إلى أن الحكومة مستعدة تماما للأزمة الاقتصادية العالمية وتم وضع احتياطي كبير في موازنة العام الجاري تحسبا للطوارئ وشدد مدبولي على أن الخطة الاحترازية لم تمس بالمشروعات ذات الأولوية الجاري تنفيذها وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذا العام في الموازنة عشان الطوارئ اللي ممكن هتحصل نتيجة لأن محدش عارف أسعار المنتجات وأسعار الوقود هتحصل لإيه فإحنا متحسبين تماما ولكن على الرغم من كل ده مزالت المشروعات الذات الأولوية وعلى رأسها حياة كريمة لم يتم المساز بيها لأن هذا المشروع إحنا نعي تماما ونقم من كدولة مصرية إن بيحقق العديد من المستهدفات اللي ما نقدرش النهاردة نتخلى عنها أو يحصل طباطه لكن اللي بيحصل وحقولها بمنتهى الأمانة غصبا عننا وحقول إيه اللي بيحصل إن ببساطة شديدة إن نتيجة للمشكلة الخاصة بموضوع التوريد المواد الخام اللي بتدخل فيه تصنيع كل المنتجات اللي بتحصل هنا دي حاجات بنستوردها من بره بعض الآلات والمعدات برضو بنستوردها من بره النهاردة بقى فيه تأخر في توريد هذه المستلزمات والمواد الخام من الخارج فده اللي خلينا غصبا عننا كجهات تنفيذية بالرغم إن التمويل متاح إن احنا بنعمل إعادة جدولة للمشروعات وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أحد أهم أهداف مبادرة حياة كريمة هو توفير فرص العمل للشباب وأوضح أن حجما كبيرا من المواد الخام والمعدات بالمشروعات التنموية مصنعة محليا لافتا إلى أن 75% من مستلزمات مشروعات الكهرباء تنتج محليا احنا طبعا حجم كبير جدا النهاردة بقت من المواد الخام والمعدات مصنعة محلية وده شيء مهم جدا يعني يمكن كل اللي حضركم شفتوه ده مصنع محلي أنا بتكلم هنا على مواد الخام والإنشاءات والتشتبات وكل الكلام ده لكن مازال طبعا عندنا تحديات في بعض المعدات اللي يمكن إحنا كمصر النهاردة فيه خطة وبتتنفذ على الأرض لتوطنها على سبيل المثال الطولمباط الخاصة بمحطات المياه ومحطات الرفع النهاردة عشان نبقى عارفين 75% من كل مشروعات الكهرباء بقت بتنتج محليا إحنا وصلنا نسبة اكتفاء ذاتي في كل مواد الخام ومستلزمات قطاع الكهرباء إلى أكثر من 75% فالمشروعات دي بتساعدنا فعلا وبتشجع على أن يبقى فيه توطين لهذه الصناعة كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قاد ووصل إلى محافظة البحيرة وذلك ضمن جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظات الجمهورية وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاعتماد على المكون المحلي قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات المبادرة نظرا لتأثر سلاسل الإمداد العالمية وبما يمثل كذلك تعزيز فرص توطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية بالشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص وخلال زيارته لمحافظة البحيرة تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية كفر داود التابعة لمركز وادي النطرون واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مشروع سكن كريم الذي يضم عددا من الوحدات السكنية وحظائر للمواشي ويتم تنفيذ مشروع سكن كريم في العديد من القرى بوادي النطرون ومنها قرى بني سلامة والحمراء وكفر الدوار كما يتم تنفيذ المشروع في أبو حمص وضمنهور بزاوية غزال إلى جانب مركز حوش عيسى بإجمالية أربعين عمارة سكنية تشمل ثلاثمائة وعشرين وحدة وثلاثمائة وعشرين حظيرة كما تفقد رئيس الوزراء خلال جولته بالبحيرة مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ومركز تنمية وصحة الأسرة والمجمع الزراعي ومركز الشباب بكفر داود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولته بالاستماع لعرض من محافظ البحيرة هشام أمنى حول أهم المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة وأشار محافظ البحيرة إلى أن عدد المراكز التي شملتها مشروعات المبادرة بالمحافظة بلغ ستة مراكز بإجمالي 42 وحدة محلية تضم 3967 قرية وتابع بلغ عدد المراكز التي شملتها المبادرة بالمحافظة ستة مراكز بإجمالي 42 وحدة محلية قروية بإجمالي 3967 قرية وتابع وذلك بنسبة 50% من المحافظة كما تغطي هذه المشروعات خدمات 50% من تعداد مواطني المحافظة ولقد بلغ عدد المشروعات 8868 مشروع في 20 قطاع من القطاعات المختلفة لخدمة أهالي المحافظة هذا بالإضافة إلى مشروعات قومية في الفترة من 2018 وحتى الآن بلغ عددها 4326 مشروعا وذلك بتكلفة إجمالية 80.5 مليار جنيه تم الانتهاء من 3635 مشروع وذلك بتكلفة إجمالية بلغة 49 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 60% وجاري العمل ب621 مشروع بتكلفة إجمالية 31.5 مليار جنيه بنسبة 40% وذلك بالقطاعات المختلفة فضلا عن مشروعات حياة كريمة التي تكلفة تنفيذها 44 مليار جنيه للمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف منصق مؤسسة حياة كريمة بالبحيرة رشاك ليب أهلا بحضرتك معنا وبداية وفي إطار زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى عمد بولي إلى محافظة البحيرة حياة كريمة في المحافظة إلى أين وصلنا؟ مساء الخير على حضرتك وعلى أستاذ المشاهدين يعني في الحقيقة خلينا نتكلم الأول عن الزيارة الميدانية لدولة رئيس الوزراء لمحافظة البحيرة وتحديدا قرية خف داود بمركز وادي النطرون أحد مراكز الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة في الحقيقة الزيارة يعني جاءت كشفة لجهود الدولة بجميع مؤسساتها سواء حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني أو أفراد لأن زي ما احنا عارفين أن مبادرة حياة كريمة ليست قصرة على جهة معينة أو هيئة معينة أو وزارة معينة ولكنها تضافرت فيها جميع الجهود وتكتفت فيها جميع المؤسسات سواء حكومية أو غير حكومية أيضا الزيارة عكثت وترجمة المتابعة الجادة للمشروعات التي تم تنفذها وكذلك المشروعات الجارية تنفذها في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها العالم فيمكن دي رسالة صريحة للعالم من خلال المشروعات اللي احنا شفناها من الزيارة أو في أثناء الزيارة أن الجهود التنمية في كل أنحاء الجمهورية مستمرة وفقا لخطط واستراتيجيات الدولة المصرية وده طبعا بتضافر جميع الجهود كما هو الحال في المبادرة الرئاسية لتطهير إذيك المصري حياة كريمة وفي الحقيقة المبادرة الرئاسية سؤال حضرتك في البحيرة إلى أين وصلت إحنا عندنا ست مراكز تم إدراجهم في المرحلة الأولى بإجمالي عدد مشروعات تجاوز الأربع ثلاث مشروع خلينا نقول برضو أن ست مراكز محافظة البحيرة اللي تم إدراجهم في المرحلة الأولى فيهم اثنين واربعين وحدة محلية كروية الاثنين واربعين دول ديهم ثلاث ثلاث تسعمائة سبعة وستين قرية وثابة والمشروعات دي تقريبا مغطة خمسين في المائة من نساحة المحافظة وأيضا يستفيد بيها أكثر من خمسين في المائة من سكان المحافظة نعم كمنصق لحياة كريمة في محافظة البحيرة دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بالاعتماد على المكون المحلي وأيضا لعدة أسباب لتعزيز فرص توطين الصناعة الاعتماد على التكنولوجيا المحلية بالشراكة دائما مع المستثمرين والقطاع الخاص هنا أسألك حول هذه الشراكة كيف تقيميها وكيف تقدر هذا الإقبال من المستثمرين والقطاع الخاص على مبادرات حياة كريمة سواء في محافظة البحيرة أو في أي محافظة يعني في الحقيقة احنا في الوقت الرهي اللي جانا عن الشراكة ما بين المستثمرين وتشبيع الصناعة وما بين الدولة المثلية ومؤسساتها الحكومية في الحقيقة مثلال اللي شفناه مثلال رس جنع الميداني لمشروعات حياة كريمة وما يتم يجيها لاحظنا فعلا في إقبال يعني شديد وفي تحكيز على المشاركة في المشروعات وفي إقامة المصانع يعني مثل احنا عندنا في واجل نصرون في منطقة صناعية وبعدها دي شوية في النبارية في منطقتين صناعيتين أيضا عندنا في حوش إيسا منطقة صناعية وأيضا في مركز كفر الدوار منطقة صناعية أخرى كل المراكز التي تم ذلكها هي مراكز مدرجة في المبادرة الأقصية حياة كريمة فهي أيضا رسالة يعني صريحة من الدولة المصرية لجميع المستثمرين الدولة المصرية يعني يعني ستح المجال للمستثمرين للمشاركة وأعتقد أن في الفترة القادمة في تسجيلات لمشاركة المستثمرين وتشجيعهم على الأقصيص مار أيضا لتوفير فرص عمل توفير فرص عمل للشباب وأعتقد دلوقتي أن في كل قرية تم توفير العديد من فرص العمل لشباب الفرص نعم ما بين الرسالة والمضمون وحياة كريمة في محافظة البحيرة وفي غيرها من محافظات الجمهورية أشكرك شكرا جزيلا مناصق مؤسسة حياة كريمة بالبحيرة شكرا جزيلا لك وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 463 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 430 طن مواد غذائية كما تم ضبط قرابة 404 أطنان في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة وتم ضبط 26 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 715 قضية من بينها 158 قضية خبز ناقص الوزن و128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط قرابة 22 طن أقناح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمحة المحلية نتحول إلى الملف العراقي حيث أكدت وزارة الدفاع العراقية أنها تعمل على حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وشددت الوزارة في بيان لها على أن جميع القادة والضباط والموظفين يقفون على الحياد لجونها تمثل وجهة مسؤولة عن حماية العراق جاء ذلك تعليقا على مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لضابط يدعي أنه مدير الاستخبارات بالوزارة وأنه من مؤيدي المتظاهرين وأكدت الدفاع العراقية أن الضابط الذي ظهر في المقطع محال إلى التقاعد وأن ما أدل به هو رأيه الشخصي ولا يمثل وزارة الدفاع نفى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي انتشر عناصره على طريق مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء وذكر الجهاز في بيان له أنه يواصل جهوده في مكافحة فلول تنظيم داعش الإرهابي مستنكرا منتشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من شائعات لجعل القوات الأمنية جزء من الأوضاع السياسية الحالية وشدد جهاز مكافحة الإرهاب على أنه ليس له ولاات إلا للعراق والمؤسسة العسكرية بعيدا عن التجاذبات السياسية أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن الخلية الإرهابية التي تم القضاء عليها خلال ضربة جوية في محافظة الزيالة كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الأيام المقبلة وأضافت العمليات المشتركة أن الضربة الجوية قضت على قيادات كبيرة في تنظيم داعش الإرهابي وأنها مسؤولة عن الكثير من العمليات الإرهابية كانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت السبت الماضي عن تدمير وكر لعناصر داعش الإرهابية وعن قتل ثلاثة منهم عاقب استهدافهم من قبل مقاتلات حربية في محافظة الزيالة وإلى لبنان حيث تعهد الرئيس اللبناني ميشيل عون بتوفير كل الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد لاستكمال مسيرة الإصلاح في البلاد وأعرب خلال كلمته في الاحتفال بعيد الجيش عن أمله أن لا يكون مصير الانتخابات الرئاسية مماثلا لمصير تشكيل الحكومة الجديدة التي لم تتوفر حتى الآن المقاومات والمعايير الضرورية للقيام بمسؤولياتها أني من موقعي وانعكاسا لتحمل المسؤوليات الدستورية أجدد التأكيد على أنني وكما التزمت إجراء الانتخابات النيابية سأعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل توفير الظروف المؤاتية لانتخاب رئيس جديد يواصل مسيرة الإصلاح الشاقة يوافق احتفال الجيش اللبناني بعيده الأول من أغسطس من كل عام هو ذكرى انضمام الجيش تحت السلطة الكاملة للحكومة اللبنانية عام 1945 جاء ذلك بعد عامين من استقلال لبنان حيث كان الجيش اللبناني يخضع لنفوذ سلطات الاحتلال الفرنسي أعلنت وكالة الأنباء الكويتية صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة تتضمن 12 وزيرا برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتعد الحكومة الكويتية الجديدة هي الأربعين في تاريخ البلاد هي الأربعون في تاريخ البلاد والرابعة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر 2020 وتخلف الحكومة الجديدة حكومة تصريف الأعمال التي قابل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالتها في العشر من مايو الماضي وأمر باستمرارها في تصريف العجل من شؤون منصبهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المضادة للسفن في منطقة اوديسا وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من قتل حوالي 53 من الاوكرانيين والمرتزق الأجانب وذلك في إطار تواصل عمرياتها العسكرية الخاصة في اوكرانيا رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش بمغادرة أول سفينة تحمل شحنة للحبوب من الموانئ الأوكرانية وذلك في إطار خطة تضم الجانبين الروسي والأوكراني وذلك برعاية أممية وأعرب جوتيريش عن أمله في أن تكون هذه السفينة الأولى من بين العديد من السفن التجارية بمجاب لاتفاقية الموقعة وأن تحقق الاستقرار والمساعدة الضرورين للأمن الغذائي العالميين وخصوصا في ظل الظروف الإنسانية الحساسة الحالية وفي تلك الأثناء قال مكتب تنسيق الشيون الإنسانية بالأمم المتحدة إن مركز التنسيق المشترك أذنى للسفينة ام في رازوني بالإبحار من ميناء أوديسا لأوكراني بناء على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أكد المركز أنه وفق على الإحداثيات وعلى القيود المحددة للممر البحري الإنساني الآمن ووفقا للإجراءات الملاحة الدولية مشيرا إلى أن السفينة تحمل أكثر من 26 ألف طن متر من الضرة أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبة أكد أن استئنافة تصدير الحبوب الأوكرانية للمرة الأولى منذ فبراير الماضي يشكل انفراجا للعالم من جانبه قال وزير البنية التحتية الأوكراني إنه إذا تم الانتهاء من صفقة الحبوب بالكامل فستبدأ بلاده المشاورات لفتح ميناء ميكولايف إلى ذلك أكد الرئيس الكريملين الروسي أن أنباء خروج أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء أودسا الأوكراني إيجابية للغاية كانت أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية قد غادرت ميناء أودسا وذلك في أول صفقة من اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانية على البحر الأسود وتوقفت شحنة أوكرانية عبر البحر منذ فبراير الماضي ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطعام والوقود والأسمدة انفراجة جديدة لأزمة الغذاء العالمية تبدو في الأفق واسطى انتكاسات متوالية شهدتها الأسواق العالمية جراء تداعيات الأزمة الأوكرانية فقد غادرت أوكرانية أول سفينة محملة بالحبوب منذ بدء العملية العسكرية الروسية متوجهة إلى لبنان من ميناء أودسا وذلك بموجب اتفاق لتوفير ممر آمن ومضمون يسمح بمرور شحنة الحبوب من وإلى ثلاثة مواني أوكرانية ومن المقرر تبقى للاتفاق الموقع في الثاني والعشرين من يوليو نشر سف أخرى في نطاق الممر المحدد والطريق المتفق عليها إلى ذلك قال مسؤولون بالرئاسة الأوكرانية إن هناك سبع عشر تسفينة هرست في مواني أوكرانية المطلة على البحر الأسود وعلى متنها ما يقرب من ستمائة ألف طن من البضائع من بينها ستة عشر تسفينة تحمل حبوب الأوكرانية بحمولة إجمالية تبلغ حوالي خمسمائة وثمانين ألف طن وتوقفت شحنة أوكرانية عبر البحر منذ فبراير الماضي مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطعام والوقود والأسمدة ونفت مسكو مسؤوليتها عن أزمة القذاء وألقت باللوم على العقوبات الغربية في تباطؤ الصادرات وعلى أوكرانيا لتلغيم مياه المواني ومع إغلاق المواني الأوكرانية بسبب الأزمة اضطرت أوكرانيا وهي من أكبر منتجي ومصدر الحبوب في العالم إلى إرسال الشحنات عبر حدودها الغربية معتمدة على السعى المحدودة للقطارات والمواني الصغيرة على نهر الدانوب هي إذن خطوة على طريق طويل يتنفس من خلالها العالم الصعداء أملا في أن تخافف من أزمة الغذاء العالمية في انتظار أن تضع الحرب أوزارها أعلنت المخابرات البريطانية أن روسيا تتجه إلى تعديل خططها في دنباس بعدما وصفته بالفشل في إحداث اختراق حاسم وأشرت المخابرات البريطانية إلى أن روسيا قد تعيد نشر عدد كبير من قوتها من قطاع دنباس الشمالي إلى جنوب أوكرانيا قال مدير دائرة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير تاتارين أن عددا من دول الأعضاء في حلف الشمال الأطلنطي النيتو يؤيد بشكل غير رسمي تجنيد كييف للأجانب للقتال إلى جانبها في دنباس وأضاف المسؤول الروسي أن عملية التجنيد تشارك فيها البعثات الدبلوماسية الأوكرانية في الخارج الأمر الذي وصفه بالمتناقض مع عدد من الاتفاقات الدولية بما فيها اتفاقية فيين حول العلاقات التبلوماسية لعام 1961 أعلن مصدر في هيئة الأمن الروسية عن وصول أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ إلى روسيا من أراضي أوكرانيا ودنباس نصفهم من مواطني دونسك ولوهانسك وفق قرار الحكومة الروسية يحصل القادمون على مساعدة مالية بمقدار 10 ألاف روبيل ويبلغ إجمالي هذه المساعدات 5.3 مليار روبيل تبدأ اليوم طائرات المقاتلة الألمانية والمجرية والإيطالية دوريات جوية فوق منطقة بحر البلتيق في إطار مهمة الشرطة الجوية لحلف شمال الأطلنطي الناتو وقالت المتحدثة باسم الناتو وقالت إنه في الوقت الذي تغير فيه الأمن الأوروبي بشكل أساسي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فإن طائرات الناتو المقاتلة لا تزال على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لحماية المجال الجوي لدول الحلفاء وتحل الوحدات الجديدة محل الوحدة البلجيكية والفرنسية والإزبانية التي تقوم بدوريات في المنطقة منذ إبريل الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلن البنكوى المركزي الروسي تمديد الحظر على سحب العملة الأجنبية من الودائع المصرفية لمدة ستة أشهر إضافية حتى التاسع من مارس 2023 أوضح المركزي الروسي أن قرار التمديد يحضر على الأفراد سحب الأموال بالدولار واليورو من الودائع لكن يمكن سحبها بالعملة الروسية الروبل بناء على سعر الصرف يوم السحبة في غضون ذلك انخفض الروبل الروسي أمام دولار لأقل مستوى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط وبعد أن فقدت العملة الروسية الدعم المتمثل في فترة تحصيل الدرائب بنهاية الشهر الماضي أظهر مسح اقتصادي أن قطاع التصنيع في روسيا يواصل المعاناة نتيجة تراجع الصادرات بسبب المشاكل اللوجستية الناتجة عن العقوبات الغربية وانخفض مؤشر مديرين مستشفيات الروسي إلى خمسين وثلاثة من عشر نقطة من خمسين وتسعة من عشر نقطة في يونيو لكنه ظل فوق مستوى الخمسين الذي يفصل التوسع والانكماش ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية نقلا عن مصادر مطلعة أن روسيا زادت من إنتاجها اليومي من النفط ومكثفات الغاز في يوليو بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق إلى 1.46 مليون طن وذلك بالرغم من العقوبات الغربية كان مكتب الإحصاء الوطني الروسي أكد أن إنتاج النفط مع استبعاد مكثفات الغاز بلغ 40.7 مليون طن الشهر الماضي مرتفعا بنسبة 2.3% عن كل من يونيو 2021 ومايو 2022 قال الأمين العام الجديد لمنظمة أوباكا هيثم الغيس قال أن وجود روسيا في تحالف أوباكا بلس أساسي لنجاح اتفاق إنتاج النفط لافتا إلى أن منظمة أوباكا ليست في منافسة مع روسيا وأوباكا بلس هي تحالف يضم منظمة البلدان المصادرة للبيترول أوباكا وحلفاء بقيرة روسيا وارتفعت أسعار النفط عام 2022 إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 حيث قفز فوق 139 دولار للبرميل في مارس بعد أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا أكد وزير خارجية النمسا أليكساندر شالينبرغ أن العالم يكتز أزمة طاقة تاريخية وغير مسبوقة وأشار شالينبرغي لأن منظمة الدول المصادرة للبيترول أوباكا تعد شريكا دوليا موثوقا في دعم الجهود الدولية لتجاوز الأزمة الراهنة جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها وزير خارجية النمسا إلى الأمين العام الجديد لمنظمة أوباك والذي تولى مهم منصبه رسميا اليوم خلفا لمحمد باركيدو والذي وافته المنية قبل أسابيع قليلة دخل اليوم الحضر المفروض على واردات الذهب من روسيا إلى اليابان حيز التنفيذ وذلك بعد أن أقرته الحكومة اليابانية في وقت سابق وكنت اليابان من أولى البلدان التي فرضت عقوبات على روسيا جراء العملية العسكرية في أوكرانيا حيث فرضت عقوبات على البنك المركزي الروسي في الثامن والعشرين من فبراير الماضي وفي الخامس والعشرين من مارس فرضت توكيو حزمة جديدة من العقوبات ضد خمسة وعشرين مواطنا وإحداء وثمانين مؤسسة في روسيا بينهم شخصيات حكومية ورجال أعمال إضافة إلى شركات صناعية وعسكرية وشركات تصنيع سفن طالب وزير المالية الألمانية كريستان ليندنر بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز لتفادي اندلاع أزمة جديدة في اقتصاد البلاد وأشار ليندنر إلى أن هناك الكثير من الأمور التي تدعو إلى عدم إغلاق محطات الطاقة النووية الآمنة والصديقة للمناخ وبتمديد استخدامها إلى عشرين أربعة وعشرين إذا لازم الأمر وتستعد ألمانيا لأزمة طاقة حيث يحاول الاتحاد الأوروبي تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية وسط مواجهة بشأن عملية روسيا العسكرية الخاصة في أوكرانيا قال المرشح لرئاسة الوزراء البريطانية ريشي سوناكا قالت إن الاقتراض الحكومي المفرط في مواجهة ارتفاع التضخم وأفعار الفائدة سيكون أمرا غير حكيم ومع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في أربعين عاما عند تسعة واربعة من عشر في المئة وتوقف النمو وسيطر الاقتصاد على المرحل الأولى من تسابق المرشحين لرئاسة الوزراء حيث قال سوناك إن خطة منافسته لستراس لإلغاء الزيادة المخططة لها في ضريبة الشركات من شأنها أن تزيد التضخم أظهرت بيانات حكومية من كوريا الجنوبية أن البلاد عانت من عجز تجاري للشهر الرابع على التوالي في يوليو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وسجلت البلاد عجزا تجاريا قدره 4.67 مليار دولار الشهر الماضي حيث قفزت الواردات بنسبة 21.8% على أساس سنوي إلى 65.37 مليار دولار مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية أعلنت وزارة الصحة في سنغافور اعتزامها توزيع الجرعات التنشطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المشتجد على الأطفال الذين تتروح عمرهم من 5 إلى 11 عاما وأعلن وزير الدولة الأساسي للصحة أن الجرعة التنشطية للأطفال بهذه الفئة العمرية تعد ضرورية للإبقاء على مستويات الحماية من الفيروس مرتفعة مشيرا إلى أنه سيتم توزيع الجرعات خلال الشهرين المقبلين هذا واشارت وزارة الصحة السنغافورية إلى أن حوالي 60% من مواطني البلاد ربما أصيبوا بفيروس كورونا أعادت نيوزيلندا فتح حدودها بالكامل أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم وذلك لأول مرة منذ إغلاقها بسبب فيروس كورونا في مارس 2020 لترفع بذلك كل القيود المفروضة وبدأ فتح حدود نيوزيلندا أولا أمام مواطنيها في فبراير الماضي ثم خففت السلطات قيود الدخول بمرور الوقت وانتهت عملية إعادة فتح الحدود بالكامل بالسماح بعودة الزائرين الذين يتطلب دخولهم الحصول على تأشيرات والحاصنين على تأشيرات دراسية أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه على روسيا أن تثبت استعدادها لاستئناف العمل بشأن الحد من الأسلحة النووية وأضاف بايدن أن بلاده مستعدة للتفاوض على وجه السرعة للوصول لإطار جديد للحد من الأسلحة النووية لافتا إلى أن الصين تتحمل مسؤولية كبيرة ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أهلا بحضرتكم من جديد أفادت وسائل الإعلام أمريكية بأن رئيسة مجلس النووى بنانسي بيلوسي ستتوقف في تايوان ليلة واحدة خلال جولتها الآسيوية ورقلت وسائل الإعلام عن مسؤول أمريكي تأكيده أن وزارة الدفاع الأمريكية تعمل على مدار الساعة لمراقبة أي تحركات صينية في المنطقة ولتأمين خطة للحفاظ على سلامة رئيسة مجلس النواب هذا وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن أربع مقاتلات صينية اخترقت المجال الجوي للبلاد معلنة عن رفع حالة التأهب أثناء الزيارة المرتقبة للمسؤولة الأمريكية التقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب ورئيس الوزراء ليهيسين لونغ في مستهل جولتها الآسيوية التي ستشمل أيضا اليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية وكانت بيلوسي قد أوضحت في تغريدة على موقع تويتر أن الجولة تهدف إلى بحث سبول تعزيز المبادئ والمصالح المشتركة حيث سيتم مناقشة السلام والأمن والنمو الاقتصادي والتجارة والتصدي لوباء كوفيد-19 وأزمة المناخ وحقوق الإنسان والإدارة الديمقراطية من جانبها حذرت الخارجية الصينية من عواقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي في حال قررت إضافة تايوان إلى وجهتها ضمن الجولة العسيوية التي ستقوم بها أكدت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أردرين أن بلادها حازمة ومتصقة في التزامها بمبدأ صين واحدة وقالت خلال كلمتها في قيمة الأعمال الصينية السنوية التي عقدت في أوكلاند قالت أن العلاقات الثنائية مع الصين تعد واحدة من أهم العلاقات لبلادها وأشارت إلى مدى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والتبادلات الثقافية والتعليمية بين نيوزيلاندا والصين خلال العقود الماضية معربة عن تطلعها إلى زيارة الصين حيث يصادف هذا العام الدكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أجرت القوات البحرية الصينية تدريبات في مواقع مختلفة قبل الذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني ونفذت أساطيل البحرية الصينية عددا من التدريبات التي شاملت استخدام الأسلحة والتنسيق بين السفن الحربية والطائرات المقاتلة وتشكيلات من الأساطيل كما نفذت القوات الجوية الصينية تدريبات تضمنت تشكيلات للطائرات المقاتلة وتدريبات بالذخيرة الحية كما أقامت وزارة الدفاع الصيني احتفالية بهذه المناسبة بحضور الرئيس شي جينبينج أعرب الرئيس الصربي أليكساندر فوتشيتش عن شكره لروسيا على دعمها لبلغراد خلال الأزمة الأخيرة مع حكومة كوسوفو حول الحصول على لوحة ترخيص سيارات صادرة عن مؤسسات بريشتينا وأرجاءت حكومة كوسوفو تنفيذ قرار يلزم الصرب في شمال البلاد بالتقدم بطلب للحصول وذلك بسبب التوتر بين الشرطة والمجتمعات المحلية التي أقامت حواجز على الطرق عادت أزمة كوسوفو لتطفو على السطح من جديد بسبب التوتر بين الشرطة والمجتمعات المحلية الصربية في الشمال التي أقامت حواجز على الطرق وأخوف من تصعيد التوتر أرجاءت حكومة كوسوفو تنفيذ قرار يلزم الصرب بالتقدم بطلب للحصول على لوحة ترخيص سيارات صادرة عن مؤسسات بريشتينا بعدما أوقف المتظاهرون شاحنات مليئة بالحصى وآليات ثقيلة أخرى على الطرق المؤدية إلى معبري يارينجي وبرنجاك الحدوديان في منطقة يشكل الصرب أغلبية فيها أعلقت شرطة كوسوفو على إثهى المعبرين وفي أول رد فعل لها على هذا التوتر قالت البعثة التي يقودها حلف شمال الأطلنطي أنيتو في كوسوفو في بيان إن الوضع الأمني العام في بلديات كوسوفو الشمالية متوتر وبعد 14 عاما من إعلان كوسوفو استقلالها عن صربيا ما زال نحو 50 ألف صربي يعيشون في شمال البلاد يستخدمون اللوحات المعدنية والوثائق الصربية رفضين الاعتراف بالمؤسسات التابعة للعاصمة بريشتينا وفي أعقاب التوتر الذي ساد شمال كوسوفو والمشاورات مع صفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قالت حكومة كوسوفو إنها ستؤجل خطتها لمدة شهر على أن تبدأ في التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل وبينما لا تزال التوترات شديدة بين الطرفين التزمت صربيا وكوسوفو في عام 2013 بإجراء حوار برعاية الاتحاد الأوروبي لمحاولة حل القضايا العالقة ولكن لم يتم إحراز تقدم يذكر استجابت مؤسسة حياة كريمة للسيدة صحر من محافظة الإسماعيلية والتي يعاني زوجها من أمراض مزمنة تمنعه عن العمل وقامت المؤسسة بتوفير تروسيكل للزوج يوفر له مصدر دخل يعينه على المعيشة كما قامت بتجهيز الإبنة المقبلة على الزواج وقامت بإهدائها أجهزة كهربائية وغيرها من الأجهزة والأدوات وشددت مؤسسة حياة كريمة على استمرارها في تلبية نداء جميع المواطنين في كل مكان والله أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر حياة كريمة وغطر ألف خيرهم وربنا يساعد اللي بيديني وأنا ما كنتش متخيل إنهم يجيبوني الحاجات دي كلها أنا كنت أمني لحياة إن أنا جيبش كورتين دي إليتهم جايبيني تروسيكل وغسالة وبتجهز وجهاز العرائس ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة على المستوى العربي في حجم تدفقات لاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بنحو 5.4 مليار دولار لتستحوذ بذلك على 16.4% من إجمالية التدفقات الاستثمارية في المنطقة العربية خلال عام 2021 وفي رسم معلوماتي نشره مركز المعلومات أشرار مركز إلى أنه تم تنفيذ 58 مشروعا أجنبيا في مصر خلال عام 2021 بواسطة 50 شركة أجنبية وفرت 9000 وظيفة جديدة ولفت المركز إلى أن مدينة القاهرة جاءت في المرتبة الخامسة من حيث أهم المدن المستقبلية للمشروعات بنحو 25 مشروعا أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول واجه تحديات غير مسبوقة بداية من عام 2011 ومات لها من أحداث ومرورا بجائحة كورونا وما خلفته من آثار ولكنه استطاع مواجهتها بتخطيط واع وفكر مستنير من خلال إطلاق استراتيجية متكاملة للتطوير وخلال انعقاد الجمعية العامة للشركة المصرية للحفر البحري تم الإعلان عن استحواذ قطاع البترول على نسبة 50% المملوكة لإحدى الشركات العالمية وأصبح قطاع البترول يمتلك بالكامل الحفارين البحريين القاهرة واحد والقاهرة اثنين وأشار وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة أن الاستحواذ جاء في أفضل وقت حيث تشهد أسعار البترول العالمية ارتفاعا كبيرا متزامنا مع تنفيذ برنامج حفر مكثف في المياه الإقليمية المصرية وقع قطاع التدريب وزارة الدولة للإنتاج الحربي بروتوكول تعاون مع معها الدراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التبع لجامعة بني سويف بهدف دعم وتطوير الكوادر الشابة والمساهمة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وريادة الأعمال وفقا لرؤية مصر 2030 يأتي توقيع هذا البرتوكول في إطار إبان الجانبين بأهمية الدور الحيوي لتنمية وتدريب وتطوير الشباب والاهتمام بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المرحلة الحالية والمستقبلية انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة في البحيرة ويؤكد أن الحكومة مستعدة للأزمة الاقتصادية العالمية وزارة الدفاع العرقية تشدد على حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة برعاية أممية انفراجة جديدة لأزمة الغذاء العالمية بخروج أول سفينة للحبوب من موانئ أوكرانيا وصلنا معكم إلى الختام شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة